عايزة أبدأ معاك بفيتوريا النهاردة شوية سور حلوة منزلهم وبيتابع الدول المصري ومعاه الجهاز المعاون واضح كده الراجل من أول لحظة شغاله كمان مع طلبه أنه يعرف اللاعبين المصريين الموجودين في أوروبا بجانب اللاعبين الكبار لأنه هنعرفهم كل لاعب معه جواز سفر مصري بيلعب في أوروبا هو عايز يعرف عنه كل حاجة خطوة تأخرت في مصر المفروض كان أي مدير فني يمسك المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أو أي منتخب في مصر أو حتى المدربين على فكرة فلاندية لازم تشوف اللاعبة اللي بره اللاعبة اللي خرجت وخادت تجارب مع نفسها ونجحت أن هي تعمل نفسها اسمه تتواجد فلاندية كبيرة دي خطوة المدير الفني فيتوريا هتبقى مهمة جدا هتوفر عليه كتير على الأقل على الأقل اللي بقولك فيه مش أقل من 10 أو 20 لعب حيكون موجودين معا بالزبط كده أنت حلت لنفسك مشاكل كتيرة من اللاعبة المصرية سواء بقى الإصابات سواء الدلع سواء عدم الاهتمام كل الأمور دي أنت هتقدر تحلها خطوة أعتقد الأندية المصرية لازم تفكر فيها كمان ليه ما يبقاش فيه تعاقدات مع اللاعبة دي من بره للأندية بدل ما أنت بتخوض في الفلوس كتيرة هو صح أنك توص بس مش صح بقى أن أنا عايزهم ما يبصوش أنا عايزهم يسيبوهم في أوروبا على فكرة ما أقصدش برضو أنك أنت حتى تجيب كل اللاعبة لأ ما أنت عم تعمل تدعيمات وبترجع تاني أخذ بالك الدوري المصر برضو شكله اختلف بقى مهم بقى متشاف بقى تلعندية بتبص عليه أو إحنا لسه بنجيب أه طبعا يعني أنت النهاردة عندك طارق حامد راح السعودية عندك حبو جبل كان رايح جامع بين السعودية ومصر بس فكرة أن يكون لعيبة عندك بتخرج حتى لو دوريات ومش مستواها عالي قوي بس ده احتراف ده احتراف ده احتراف لا يعني بقولك دوري سعودي فالدوري سعودي لا ما بقصدش الدوري بقوة لا يعني بقولك أنت المسافات برضو ربا مختلفة تماما غير المنطقة كلها طبعا طبعا فبقولك أنت وجودك في الاحتراف بشكل عام بيفرق معاك لأن أنت النهاردة بتتكلم في دوري السعودي في مدارس تدريفي مختلف صحيح فعندك رؤية مختلفة صحيح كل الأمور دي حتى صب في صالح الكرى المصرية الكرى المصرية محتاجة تجري بقى شوية تجري كتير كمان لأن أنت النهاردة الناس كلها سبقتك أفريقيا سبقتك بكتير كم المحترفين في أفريقيا ضحم يعني كل سنة بتلاقي مدير فني لأي منتخب في أفريقيا ما عندوش مشكلة في اللعبة خالص هو الراجل بيجي يقعد يجيبول تلاتين أربعين خمسين واحد المحترفين يتنين وعشرين خمسة وعشرين ثلاتين بيبقى بيعمل منتخب وهو قاعد كل اللعبة زي ما انت شايف كل واحد حافظ مكانه في أوروبا فلا دي خطوة تحسب المدير الفني خطوة محتاج كمان يكون الأجهزة المعاونة في الاتحاد الكورة توفر له وهو الراجل حيسأله يشوف لكن مين بقى اللي حيقدر يتابع كل اللعبة اللي موجودة في كل الدوريات ده مهم دي رسالة ده المهم في الموضوع